عقد مجلس الوزراش معه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو شيخ جابر لمبارك وستعرض ما شهدته البلاد مؤخرا من مظاهر الخروج عن القانون وما صاحبها من أعمال الفوضى والتخريب في غضون ذلك شدد المجلس على التزامه واحترامه لأحكام الدسورة التي تكرر أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والوضاع التي يبينها القانون استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو شيخ جابر لمبارك ما شهدته الساحة مؤخرا من مظاهر الخروج عن القانون وما صاحبها من أعمال الفوضى والتخريب وترويع المواطنين وإقلاق راحاتهم وإطلاف للممتلكات العامة وأشار مجلس الوزراء إلى التزامه واحترامه لأحكام الدستور التي تقرر أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مؤكدا أيضا التزامه بتنفيذ ما أعلنه سمو أمير البلاد من نصائح وتوجيهات حكيمة في العديد من كلماته إلى الأمة وآخرها يوم الخامس والعشرين من يونيو الماضي من أن حماية أمن الكويت وسيادتها واجب مقدس لا تهاول أو تراخ في أدائه وهو أمانة في عنق كل مواطن وشجب مجلس الوزراء جميع مظاهر الخروج على الشرعية وعدم احترام القانون الذي هو موضع رفض واستنكار الجميع لافتا إلى أنها تصرفات غريبة وغير مسؤولة لم يألفها المجتمع الكويتي وتشوه صورة الكويت الحضارية المعهودة فيما سجل شكره للرجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذين قاموا ويقومون بجهود مخلصة مشهودة في حماية أمن البلاد ودع المجلس جميع الأخ والمواطنين الكرام وخاصة الشباب منهم بدرورة احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام وعدم الانجراف وراء دعوات التحريد والفتن التي لا يترتب عليها غير الخراب والدمار والندم مؤكدا أن الوطن يستحق من الجميع صيانته والحفاظ على أمن واستقراره والعمل على رفعته وازدهاره